ومن جديد بنرحب فيكم ووصلنا لفقرة الموضة ورح نحكي مع دعاء بطايحة عن أهم وشو الموضة لشتاء 2019 أهلا وسهلا فيك صباح الخير ألوان الشتاء الحلوة أنا أحب ألوان الشتاء أحب لبس الشتاء دائماً أحب مليون في المئة الكوت مع البوت مع الشابون أنا أصلاً شخصياً أحب الشتاء فإنني بس أحس أنه دخلنا في الشتاء والخريف خلاص هيك تصير إبداعات بكل إشيء مصبوط مئة في المئة طيب خلينا إيش بدك نبلش بالألوان خلينا نحكي نحن اليوم جايين نحكي عن خريف في 2018 شتاء 2019 عنوانه الفخامة والرقي بغض النظر اخترت هودية بلوزة عادية بانطالون درس كله رايح للأناقة فإذا بتلاحظوا أنه دائماً بكل موضة بتطلع بالسيزن شتاء أو خريف أو أي شيء بروحوا دائماً على استوحاء من أشياء قديمة ف2018 ما أخذينها من الثمانينات مئة في المئة فأول شيء راح نبلش فيه اللي هي البرينت النمر تمام؟ وبالصيف كمان كانت دارجة موجود بس هلأ رح تكون أكتر إذا بتلاحظي هلأ موجودة بكل الأشكال الدزايني يعني بتلاقيها بالأمصان، بتلاقيها بالبناطيل، بتلاقيها حتى بالإكسسوارات والشوزات فهاي موجودة وبتحسي فيه ناس اللي هم شخصيتهم دائماً رايحة على هذا الموضوع يعني فيه ناس بتحب هذا البرينت من زمان فيه ناس ما تتلبق لهم يعني وفيه ناس بتحب دائماً تلبسها في هذا السيزن لإهم ينبسطوا فيه ويبدعوا فيه زي ما بدهم أنا بحبها لأنها صراحة كتير أنيقة كتير بتقدري تكسريها بألوان محايدة وبتستخدميها كمان فورمال إحنا دائماً بالفورمال دائماً مروحها أشياء سادة فبيقولوا لك أنت بدي أستخدم البرينت لذيذة حلوة بس بنفس الوقت مش كتير قد لموضوع فورمال فممكن تستخدمي هاي البرينت وتكون كتير مناسبة تمام والبرينت يعني هل أنت بتنزحي أنه لما يكون أنامال برينت أو هذه النقشة تكون كاملة ولا أحسن تكون أطعى ضمن لبسين هلأ إحنا موجودة تنتين يعني لو تروح على السرح تلاقي درس كامل ببرينت النمر اللي هي أنامال برينت بتلاقي شوز ممكن في ناس ما بيحبوا هاي البرينت يعني أنا من الناس صراحة أنا الما عمري جيبتهاي أول مرة بشتري منها لأنها هي أن فأنا بحب أكون على الموضة نوعاً ما فحبت أطلع من المقلوف تاعي وأجرب إش جديد فقدرت أختارها فعلاً إذا أخترتها أول ما أجربها لا أجربها بكاملها أجربها بأشي واحد زي ما حكيتي وبكسره بأشي محايد عشان أقدر أكون لسه بأشي آمن وبعدين شوية 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 أصبح أدراج للأشي الأكتر اللي يكون لبسك كلها برينت أو كلياتها طبعات بدها جرأة شوية طبعاً حسب أنت كيف شخصيتك بالضبط مليون في المية حسناً بنيجي لالدرس هذا أنا بدي أحكي عن اللون نحن نازل موضة البرغندي أو الخمري أنا هذا اللون بعشقه بدل على الفخام والرقيم مليون في المية وهذا اللون الناس لا تنتبه له أنه هو اللون فعلياً أقرب للمحايد كيف يعني؟ نحن دائماً نسمع أنه الأبيض والأسود والسكني بالبع على كل الألوان فعلياً هذا اللون الخمري بالبع على كل أغلب الألوان فهي من الألوان التي عندما تأتي بها بخزانتك ستساعدك كثير 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 بأنك تلبيها على كثير شغلات ورح تكون موجودة بين الألوان المحايدة فبتحسي أنه هو لون بحد ذاته رح يكون ستيتمنت وبنفس الوقت بيساعدك أن أنت ما تنعيجي بالأشياء اللي رح تلبيها عليه فهذا اللون كمان رح تلاقي في موضة وكان السنة الماضية موضة كمان مضبوط وكمل عليه مية في المية بس خلينا نحكي الشيطة الماضية كانت رايحة على الأحمر أكتر واللي هي اللبسة بتلحسيها كلياتها أحمر بأحمر ولسه موجودة يعني الرد أنا بتخيل أنه كل أنثى لازم كون موجودة عندها طعم مميزة من الأحمر أطوال الفساطين هذا الشتاء شو الطول؟ هلا هي أطلع أصلا طلعت موضة البنسل سكيرت زي اللي أنا لابستها اللي هي بتجي تحت الركبة بشوي فهي تقريبا نفس هذا الموديل فبالزب زي هيك وكمان طالع الموديلات الفساطين الطويلة كتير منها اللي بتكون قطون ومنها بتكون قماش بس هلا إحنا لأنه شوي رح مبرد فخلينا نروح على الأشي اللي دافي أكتر أظن ولكن أيضا ربما كنت عم بشوف هديك المرة بعض الصفحات الموضة كانوا بقولوا أنه كمان هذا العام في اللي هي طبقات فوق بعض كمان موضة مية في المية إذا بتحسي أنه قبل فترة كانت موجودة يمكن قبل سنتين تقريبا كنا كتير منشوف بالشارع الناس عم تلبس كتير طبقات بس بصراحة في ناس بتفضل هذا شي أنا بروحها السمبل أكتر ما بحب الطبقات كتير وبس بنفس الوقت الشيطة أوردي بيأخذنا على الطبقة بتحسي فيه بلوزة وشاكات وهيقا أوردي ما ختم أنتي بتلني ترند وانتي مش متبهها أصلا أوردي ما عشي على ترند وانتي مش متبهها للموضوع طيب فيه اللون الأرميدي كمان اللي هون مضبوط هلأ إحنا زي ما حكيت قبل شوي إنه كل موضة التمنينات راجعة هلأ موضة التمنينات أصلا بإش بتذكرنا بالسوتس إذا بتنتبهوا أنه كان يلبسوا كتير سوت كاملة فهلأ راجع موضة والكتاف والكتاف مضبوط الكتاف الكتير عريضة وكتير بصراحة أنا بالنسبة لي كتير حلوة دل على الجرأة وبتحسيها المرأة اللابسيتها قوية وبدها تلفت الانتباه لما بتفوت على المكان فأنا بالنسبة لي هذا إشي كتير مميز هلأ البلايزر موجودة بكل برينتس في السوت أصلا هي اتأخذت من التمنينات من موضوع السوت الكامل البدلة الكاملة بعدين صاروا يأخذوها آزة إطعة لحالها وصيروا يلبقوها على شغلات تانية هلأ شو الحلو في السوتس أصلا أنه إنتي قديش حلو لما مثلا جيبي هذه الإطعة و جيبي معها بانطلون أو تنورة خليني نحكي ممكن تلبسيها كاملة وممكن كل إطعة تلبسيها بطريقة شكل يعني أنا لو كان عندي سوت مثلا بلطة مع بعض أو بلبس التنورة مع تي شرت وبطلع مع شوز هذا إشي كمان بروح شوي كادرل أو مثلا بلبس هذا مع بانطلون جينز و تي شيت أو أميس تحته فتخيلي كيف أنت تستفيد بأكتر من طريقة بنفس الإطعة أو الإطاعتين التي تشتري فيهم في البدلة فإشي كثير مميز مئة في المئة مئة في المئة وأنا مخلي الجينز آخر يصير أنا صراحة كنت أحطوا آخر شي مظبوط ما في مشكلة سرية الكروهات كمان كثير مئة في المئة وعن أشوف يعني من جولاتي على بعض المولات والمحلات بلائك زاقي لأنا لابستها نحن لا نستطيع أن ننبسه على الهواء لماذا؟ يزغل نعم نعم لا نستطيع أن يكون مريح للمشاهد ممكن لكنها موجودة من زنان كما تعرفونه وهي تعتبر كلاسيكية جدا 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 فالشخص الذي يحس حاله دائما هكا هادي وراي لكن في نفس الوقت جدية يعني إذا تشعر أنك رايحة على مقابلة مقابلة عمل أو بمكان جدي وحاسة أنك تكوني بهذا المود ألبسي على طبعة المربعات التي هي الكروهات نحكي عنها الكروهات والبيادي بول اللي هي اللي هي التنتين يعني الكروهات والبيادي بول هني أكثر إشي الدرجين هذا العام بس أنا في الأوقت أحسي دائما بيحكوها طبعا ولكن لأنه نفس النقشة أو البيادي بول ممكن تكون نقشة أكبر كمان وهذه كمان برضو عم نشوفها اللي بيميز هاد السنة إنه عم بتلاقيها كمان بنقشة أكبر وألوان كتير فاتحة نحن بالعادة منشوفها هيك ألوان ألوان رايحة على براون شايد أو براون ولكن بصير هلا فسفوري أنا عم بحب اللي بكونوا أخضر فسفوري وأشياء زي هيك فتسكي روح تانية يعني هي هاي الشيء أخدوها بس حولوها لألوان خلينا نحكي التمانينات لأن تمانينات كمان تتميز بالألوان الفرحة وكذا فأنا جبت ماحة بنتلون رسمية عشان بس أفرجيهم إنه كيف أنتوا ممكن تستخدموها بطريقة فورمل وتكون مميزة وأنت كمان لسه موجودة بالترنز ومش بس لابسة إشي كلاسيكي عادي سادة نعم بتكون متميزة رح تخلي البنطلون للأعلى هلا هذا اللون الفسفوري وخصوصا الأخضر درج 100% هلا بالنسبة لي هاي أكيد أكيد لون حساس ليس للكل يعني في ناس ماشرح تتقبل هذا النون نهائيا لا حدا لابسه ولا حدا إنها هي تروح تشتري هلا هوا ليش هذا اللون حساس لأنه يا بتلبسي وبتكون كثير حلو يا بتلبسي بتروح لمأساة حاليا يعني أنت بتكوني عارفة كثير من حكي في تلبسي عشان تقدري تكوني على الموضة ولا بس شي مميز هلا أنا بصراحة لو مكانها في طريقتين يا بختار إني أكون على الستايل ممكن ألبس بانطلون أبيض وجاكيت عليه مثلا بيج كثير فاتح أو بعكس الألوان يعني خلي الألوان باردة معه مع شوز أسود هيك بتطلع كثير أو بتروحي للسايف سايد إذا أنت لسا آمنة ومش كثير رهاد ولكن حابة تلبسي هذا اللون تلبسي مع جينز ممكن يكون جينز فاتح مع شوز أبيض بس جينز غامق مع أشي أسود يعني خلي الغامق مع الغامق عشان هو اللي يبين والفاتح مع الفاتح عشان يرجعه كمان يبين بهاي الحالة أنت ما بتصيري ما بصير قد على العين لأنه بديك تريحي لا تخيل أنتي لابسة هذا مع ألوان ثانية خلينا نقول نفس الدرجة الناس رح تتضايق وهاي البلايز الهيفي كمان طالع موضة بغض النظر عن اللون قدي حلو قدي هكا بتكون هي لحالها ستتضخن مش كل الناس بتحبها بتتضخن بحسرها هلأ رح نحكي عنها هلأ رح نحكي عنها إذا قدرت تلبسيها بطريقة حلوة فعليا أو قدرت تعرف جسمك هلأ أنا دائما بحكي أنه القصات والألوان بتلبق لكل الناس بس أنت تعرف الدرجة من اللون اللي بتلبق لك والأصل اللي بتلبق لك من الموديل فهذا بس هي هذا السر في أنت كيف جسمك وكيف أنت لازم تلبسيها هلأ لسه بنحكي عن الأناقة إحنا بالعادة الجينز مستحيل يطلع من الموضة يعني ما فيه ما فيه رنويز بطلعوا من الموضة هلأ اللي صاير وأنا صراحة بفضله إن أول إشي عم ترجع الهاي وست عم برجع الواسعة بالضبط الواسعة فهذا الإشي مريح جداً للبنت نعم وبنفس الوقت بيعطيكي جسم مثالي لأنه بيضضب الجسم مرة واحدة بيسحبه من فوق لتحت وغير هيك بيعطيكي طول البنت اللي بتحب إنه بهذا اليوم تطلع كتير طويلة بيعطيكي 100% طول هذا موديل تسعينات عفكرة 100% وهو إجا هذا الواسع بعد اللي كان الكتير تايتي بالتمانينات 100% فهو ما بعد الديء إلا الفرج أنا أحكي لك هم أخذوا من التمانينات الموديل الهاي وست الهاي وست دائماً بروحها الرقي فهم ضلوا بفكرة الرقي ومية في المية دخلوا في التسعينات عموضوع إنه إنه وسعوا وأنا بصراحة مع كتير مريح يعني لما بتلبسي ما بتحسي حالك لابس الجينز أو شيء زي سكيني جينز خلينا نحكي بالضبط أنا برتاح فيهم هدول أكتر بتفضلي هذا اللون بتفضلي لون الجينز هذا اللون الأصلي خلينا نقول للجينز للشتاة قصدي دائماً الألوان الجينز صراحة بتروح على الأغمأ في الشتاة ونحن أنها تكون أغمأ يعني تكون شوية أهدى الألوان أعرف كيف تختار الدرجة زي ما حكيت يعني بتحسي لو لبست كتير فاتح جينز حتسي أنه في شيء غلط و يماشي في الشارع يعني أنا مختارة شنطة زي أنت تختارتها بلبسك بس أنا حبيت لأختارها بشنطة فممكن الألوان هيك تلعب فيها مو دائماً تأخذ إنسا ما عندك إطعة ممكن تأخذ الأكسسوار ممكن تأخذ الشنطة الشوز بالألوان التي أنت بتحبيها الزيت يدارج كثير وعم بيعملوه بطريع أنه بلبسوا كامل يعني بلبسوا مثلا زيت ببستان كامل أو اللوز و بانطلون الشوز والبانطلون والأميز فبيكون كثير حب بما أنه نحكي عن الشناتي هلأ رجعت موضة الشناتي الكبيرة هلأ الشناتي موجودة بكل الأشكال فعلياً وانتي بتستخدم الأشياء اللي بناسبك أنا مع أنه انه لما بدك تطلع عشغلك أكيد في كتير أشياء رح تحمليها وسلما بتطلع في المصر رح تأخذ أشياء أصغر أنا بحب الشناتي المتوسطة اللي هي بتناسبني في كل الأوات يعني مية في المية والألوان الزيتي الزيت الخمري الزيت الخمري الفسفوري نهاية الألوان اللي دارتك وبحس كمان أنه ربما الحلول للمرأة العاملة زي ما أنتي قلت أنه الشنطة تأخذ أغراضك كلها وكمان بنفس الوقت أنه مش لازم دائماً تكون يا بردية يا سودا يا كحلية ممكن تكون لون آخر ولكن ممكن يمشي مع بقية الألوان مية في المية وأصلاً ممكن تخلي الأستثمان تبع تلبسك اليوم هي في الشنطة بس يعني تلبسي ألوان أنتي فعلياً محاهدة وتمسك شنطة حمرة شنطة بينك هلأ دارش كمان لوني البينك كثير فإنه مش دائماً لازم نعتمد أنه هاي الشنطة في ناس باعتمدوها بطريقة أنه خلص بتريحهم يعني هي تلبق مع أي شيء تلبق مع كل شيء بس إذا أنتي لا بتحب تغيري اختاري درجات المناسبة يعني قدش الخمري لو عندك شنطة هذا اللون تحس درجته مناسبة لكل الألوان هذا اللون تحس درجته لكل الألوان فهي الدرجة نرجع لموضوع الدرجة يعني حتى أنتي لابسة ألوان كتير حلوة على بعض يعني هون خمري الحلق خمري البلوزي لونها يعني كل هذه الألوان مريحة حتى لو كانت أكتر من لون بنفس اللبس وأكتر من أصلى وأكتر شيء من هذا بس تعرف الدرجة نفسها على طول بتمشي معاك الأمور آخر شيء أحبت أحكي عنه صراحة اللي هو الشوزات لهذه السنة في كتير موديلات لكن الموديل الكتير واضح اللي هو الكاوبوي بوتس الجزمة الكاوبوي راح تلاقيها كتير في السوق المميز فيها أنه كعبها نفسه بتحسي عريض مريح كتير وهو خشب ورح تلاقي اللي برينستر فيها الكاوبوي نفسها راح تكون موجودة على نفس البوتس وآخر الشغل اللي احنا شمتعودين عليه راح تلاقيها بألوان كتير فاتح راح تلاقيها بأبيض راح تلاقيها ببيج وألوان مختلفة تمام الجلد شو أخباره؟ الجلد موجود بس مجزي السنة الماضية مجزي السنة الماضية هو موجود إذا بتحبيه أنا بحبه صراحة بشتري من نقطة كتير ودايما بحس جاكتنا الجلد دائما موجودة في الخزاني ما في صبوية مش موجود معها موضة مش موضة؟ مية في المية بيضل موجود بس كان موضة الشرشيب بسنة الماضية ما بعرف لساتها مستمرة موجودة كمان بشاموة وبالجلد مية في المية بالجاكتات بالشناتي بالبوتس حتى مية في المية بحس في موضات ما بتروح زي الجينز والجلد وهاي شغلات موجودة بألوان الشتة المميزة والمختلفة مع البرد اللي على الأبواب يعني حلو كتير شكرا جزيلا لإليك شكرا شكرا كتير لكم صباحا سكرة باي باي